اعزائي طلبة وطلبات سنوال عامة اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 16 صباح الخير على كل طلابنا الاعزائي صباح الخير على كل مدرسي الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستانين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة في قولة حلقات الجيولوجيا ان شاء الله هيشرفنا ويكون في ديافتنا النهاردة الاستاذ محمد اسماعين صباح الخير يا مستوى صباح النور اهلا وسهلا مستوى الرحمة وكل سهلا ومقابين وسهلا سيدة عليكم ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موافقين جميعا في ظل المتحان الجديد وبنشكر طبعا بنشكر اعضاء البرنامج كاملين والمخرج وستدى الاعضاء هاي التدريس كاملين ان شاء الله في ظل المتحان الجديدة كل المتحان سهل جدا وبسيط وميعتمدش على حفظ معلومة كاملة بيعتمد على فهم الحدث نفسه او الدرس نفسه وجيولوجيا من المواد الجديدة على طلب السماع مع علم علوم ومن المواد اللي بتحتاج تركيز وهتبقى أجمل وأحاب المواد إن شاء الله عليكم إن شاء الله هنستعرض مع بعض المنهج الجيولوجيا كملا وهو منهج مرتبط ببقية العلوم كاملة هو بيتكلم على علم الجيولوجيا علم الأرض إن شاء الله هنستعرض المنهج في مدة زمانية قصيرة إن شاء الله ونشوف مع بعض كده إن شاء الله بداية المنهج مع أول محاضراتنا عن مجد الأرض تمام. مع بعض. اتفاضل انا بسر محمد. اتفاضل انا بسر محمد. اه ابنان انا وبناتنا العلم بتاعنا اسمه علم الجيولوجيا. كلمة جيو يعني الارض. ولوجيا علم. يبقى اسمه علم الارض. يبقى علم الجيولوجيا هو علم الأرض. يبقى علم بيدرس كل ملاوه علاقة بكوكب الأرض. يبقى دكتور احمد. العلم ده اي حاجة لا علاقة بكوكب الأرض تخضع لعلم اسمه علم الجيولوجيا. تمام. احنا عندنا اي خمس اشياء خاصهم بعلم الجيولوجيا. ما جاء به هو علم الجيولوجيا? يقول علم يختص بدراسة كل ملاوه علاقة بالأرض. زي تركيبها. تركيب الارض ده هو تكون خاص بالباب الأول في الجيروجيا قطعه في الأرض بيدرس أغلفة الأرض داتا من لب الأرض من الداخل حتى الغلاف الجوي والغلاف الحيوي ده الباب الأول الباب الثاني بيكلم على ثرواتها ثروات الأرض الأرض فيها ثروات عديدة لكن أشهرها المعادن والسخور ده هيكون معنا إن شاء الله في المنهج الباب الثاني والباب الثالث بما شئت الله ثم حركاتها حركات الأرض الباب الرابع بيتكلم على نعيم الحركات حركات بانية للجبال وحركات بانية للقرات وهيكون معنا نظريتين نظرية زحزحة القرات ونظرية الألواح التكتونية ثم تاريخها تاريخ الأرض ده هيكون معنا في نهاية الباب الأول اللي هو تركيب الأرض وهيتكلم على الأزمنة الجيروجية وتاريخ ناشئة الأرض أخيرا بقى زواهرها زواهر مين بقى؟ زواهر الأرض عشان كده السؤال اللي جاي هيكون ما هي الظواهر الطبيعية اللي هيدرسها علم الإيه؟ الجيولوجيا علم الجيولوجيا بيدي سؤلنا كل العلوم في علم الجيولوجيا بأول ظاهرة بيدرس سطح الأرض أنا عايز أعرف سطح الأرض ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حكتين عبارة عن كرات وبحار ومحيطات طب يا طرأ التدريس في الكرات كلها واحدة هيا دكتور قد يصل لألفين وخمسمائة متر عمق البحر المتواصل قد يصل لأربعة تلاف متر نصل لأقصى عمق في البحار بيصل لأحداشر كيلو متر إذن هو يدرس اختلاف الأعماط في البحار والمحيطات كذلك علم الجيولوجيا من الظواهر الطبيعية لعلم الجيولوجيا كيفية حدوث البراقين البراقين اللي في الكون دي كلها أنا بدرسها فالبراقين أنواع ثلاثة فيه بركام من النوع اسمه الخامد وده اللي بيثور فيه البركام مرة واحدة يخمد على ذلك وده بيثور منه جميع جبال الأرض النوع الثاني اسم النوع الثائر أو يسمونه المستديم ده دائم الإثارة بيقفش عند مرة اتنين تلاتة يثور ولا يتوقف بس على فترات مختلفة النوع اللي أخير من البراقين نوع اسمه بركان منتظم أو متقاطئ ده بيصوره في فترات ثابتة يعني كل خمس سنوات ست سنوات ثابت ما يظهرش كذلك علم الجيولوجيا هيفصر زواهر أخرى ككيفية حدوث الزلازل في الكون وكذلك الزلازل ثلاث أنواع في زلزال من النوع البركاني أي يتعلق بحركة مين البراقين تمام في زلزال اسمه تكتوني أي يتعلق بحركة الألواح التكتونية في الأرض النوع الأخير نوع اسمه زلزال بلتوني وده بيكون لا يشعر بالإنسان مركزه على العمق كبير في باطن الأرض إذن حتى الآن علم الجيولوجيا بيدرس سطح سطح الأرض وبيدرس كيفية حدوث البراقين كيفية حدوث وكذلك بيبحث عن الخامات والمعادن الخامات والمعادن والصروات الطبيعية كذلك المعادن والمياه الجوفية المياه الجوفية ليس رأى رهيب لا يمكن استصلاح السحرة ولا إقامة مجتمعات ولا معسكرات ولا نجاح عماية عسكرية بدون مين؟ المياه الجوفية سبحان الله وده إحدى السروات اللي عنا نتمنى لقى في المستقبل إن شاء الله علشان دمحس عن مياه بديلة لسد النهضة طبعا بعد نقر النيل إذن ميجي يسألني سؤال تلقائج ده ما هو علم إيه؟ الجيولوجيا أقول له هو علم؟ دراسة الأرض ده جميل هيدس إيه في الأرض؟ تركيبها تركيبها سرواتها حركاتها تاريخها زواهر طب إيه هي الزواهر اللي بدرسها علم الجيولوجيا؟ دراسة سطح الأرض باختلاف التدريس على حواف القرات المختلفة كمدات سلاسل الجبال وكذلك البحار وال المحيطات في اختلاف عماقها كيفية حدوث البراكين كيفية حدوث الزلازل والبحث عن خامات والصراطل والمعدنية والبحث عن المياه الجوفية ده شيء جميل خالصه كلام سالس جدا إذن علم الجيولوجيا بيدرس كل حاجة في حياتنا لذلك هيتنقل من تعريف علم الجيولوجيا لفروع علم الجيولوجيا وهنا نبطل الأسلوب التقليدي بقى إن نقعد نحفظ في الفروع وهكذا تعال نربط مع بعض في فروع علم إيه؟ الجيولوجيا الجيولوجيا دراسة علم الجيولوجيا ببقية العلوم يحنا مثلا طلب السماعات مع علم علوم ندرس فرع اسمه علم الأحياء تمام إيه علاقة علم الجيولوجيا بعلم الأحياء قالوا في علاقة قالوا طبعا في عندنا اسمها جيولوجيا الأحافير كلمة حفرية يعني بقايا كائنات حية قديمة تمام بقايا دنيا سلاط بقايا زواحف بقايا برمئيات بقايا أحافير طيب وإيه همية الأحافير دي بتدل على عمر طبقات القشة الأرضية والظروف البيئية اللي كيتعايش فيها يبقى أنا مجل المتحانة آخر السنة وفجأة بقول لي إيه رأيك في المصطلح ده علم يختص بدراسة بقايا الكائنات الحية القديمة وكيفية معرفة عمر الأرض قالوا جيولوجيا الأحافير جيولوجيا الأحافير طيب إيه علاقة علم جيولوجيا بعلم الأحياء أقول له جيولوجيا الأحافير اللي بيدس بقايا الكائنات الحية القديمة وكيفية معرفة عمر الطبقات طيب ما هو الفرع اللي يمكن منخلهم معرفة عمره طبقات الأرض جيولوجيا الأحافير تمام علاقة علم الجيولوجيا بعلم الكيمياء قال لي أيوة اسمها جو كيمياء جو كيمياء أيوة كيميا دي عبارة عن عناصر كيميائية موجودة في سخور القشرة الأرضية بقوا هيدرس من ناحية كيميائية توزيع توزيع عناصر القشرة الأرضية تمام هناخد في الفصل الثاني إن إحنا عندنا تمن عناصر بيمثلوا 98% ونص من القشرة الأرضية مرتبة كالتالي أشهر عنصر الأكسجين ثم السيليكون ثم الألمونيوم ثم الحديد أكسجين سيليكون ألمونيوم حديد ثم الكالسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم دول كم عنصر؟ تمانية مين بقى مسؤول عن معرفتنا بتوزيع العناصر في القشرة الأرضية وإنسبها المختلفة جو كيمياء في علاقة بين علم الجيولوجيا وعلم الفيزياء أنا بذلس كيميا وفيزياء أحياء مضبوط أهو اسمه جو فيزياء الفيزياء اسمه علم الطبيعة عشان كده هو بيهتم بدراسة الثروات الطبيعية الثروات الطبيعية زي الثروات البترولية والثروات المعدنية علم الجيولوجيا لإعلاقة بعلم الرياضيات فاسمها جيولوجيا هندسية هندسية أيوة أنا بذلس في الهندسة في الرياضيات الميكانيكية فهو علمي بيختص بدراسة الخواص الميكانيكية والهندسية للصخور فأنا بذلسه ليه جيولوجيا الهندسية دي قال لي بدونها لا يمكن إقامة ناطحات السحاب ولا الأبراج الشاهقة ولا الأنفاق ولا الكباري ولا المشاريع الضخمة ولا شق الطرع شق القنوات إيه ده يعني كل الأبراج وناطحات السحاب يشرف عليها مهندس جيولوجي هندسي جميل يبقى ما يقول لي إيه هو فرع الجيولوجيا اللي بيدرس كيفية إقامة ناطحات السحاب والأبراج والطرق أقول له هسه جيولوجيا هندسية رائع جدا طب قال لي دراسة توزيع العناصر الكيميائية جيو كيميا جيو كيميا طب دراسة بقايا الكينات الحال قديمة الحفرية أحفير قديمة طب علمي بيدرس الثروات البترولية والثروات المعدنية جيوفيزياء فيزياء من طبيعة كذلك علم الجيولوجيا ليه مجموعة فروع أخرى فروع أخرى أيوة فروع خاصة بالثروات والمعادن زي جيولوجيا المياه الجوفية العسكرية كلام عن عوضه كمان دقائق رائع جدا كذلك جيولوجيا البترول دكتور أحمد واضحة جيولوجيا لإيه البترول يبقى يدرس إيه دكتور مشتقات البترول يبقى البترول الخام والغاز الطبيعي تمام يبقى يقول لي علمي بيدرس البترول والغاز الطبيعي وكيفية استخراجه قولها جيولوجيا البترول ثلث جدا الكلام هو قال لي كذلك في جيولوجيا المعادن والبلورات هو من اسمه جيولوجيا إيه المعادن والبلورات يبقى يدرس خواص مين خواص المعادن ما خواص المعادن فيه خواص فيزيائية خواص بصرية خواص تماسكية خواص كيميائية كذلك الشكل البلوري للمعدن يبقى أنا ما فاجئ الطبيعي بقوله علمي بيختص بدراسة الخواص الفيزيائية للمعدن وكذلك أنظيمتها البلورية يقول لي جيولوجيا المعادن والبلورات سهله خالص طب يدرس البترول والغاز الطبيعي جيولوجيا البترول طب يدرس المياه الجوفية واستخراجه قول له جيولوجيا المياه الجوفية طب بيدرس بقاء الكعنات جيولوجيا الحافي طب يدرس توزيع العناصر جيو كيمياء طب بيدرس الانتحاط السحاب والابراج جيولوجيا هندسية طب بيدرس صروات بترولية قولوها جيوف فيزياء كذلك علم الجيولوجيا يهتم بالزلازل والبراقين والزوائر الطبيعية فعلم الجيولوجيا في فرع اسمه جيولوجيا طبيعية تمام جيوجيا طبيعية ايوة الارض دي بتتأثر بنعيم من العوامل دكتور احمد عوامل خارجية زي الرياح والامطار والسيول والانهار وعوامل داخلية زي الزلازل والبراقين دي عوامل طبيعية عشان كده ما اقول ايه هو علم الجيولوجيا طبيعي اقوله بيدرس تأثير العوامل الخارجية والداخلية على صخور الكشرة الارضية بس بيدرس تأثير العوامل الخارجية والداخلية والداخلية على صخور الكشرة الارضية كلام سالس هو كذلك جيولوجيا تركيبية سؤال تقليد الدكتور احمد هي الصخور نوع واحد قالوا لا الصخور كم نوع جميلة دكتور صخور رسوبية وصخور نارية وصخور متحولة السؤال التقليدي هل تركيبهم واحد اكيد لا طب هل شكلهم واحد اكيد لا طب هل هم بيتأثروا بالكوة الداخلية ومتأثروش بيتأثروا بيتأثروا بالعمل الخارجية طب هل لما يتأثروا يثبتوا على حالتهم يتغيروا جميل انا بقى في الجيولوجيا الايه التركيبية بدرس اشكال البنيات المختلفة للصخور يعني بدرس شكل الصخري وتركيبه وقوة تأثيره بالعمل الداخلية والايه والخارجية جميل فسموها جيولوجيا تركيبية عشان تدرس اشكال البنيات وتركيبها لنتجة بتأثر القوة الداخلية والايه والخارجية جميل جدا اخر فرع من فروع علم الجيولوجيا المقرر علينا اسمه علم الطبقات طبقات الارض دي يا دكتور الطبقات دي عبارة عن صخور الصباح تمام تتكوم بثلاث مراحل تتأثر سطح الارض بالعوامل تتفتت الصخور تمتيج العوامل الطبيعية الخارجية زي الرياح زي السيول تنحتها وتنقلها بعدك هتعمل لها عملية ترسيب تتنصف في طبقات الكشة الايه الارضي فتعمل لك طبقات جديدة تمام جميل والنحت والنقل ثم الترسيب يبا احنا كده عندنا مجموعة فروع العلم لايه؟ الجيولوجيا فروع مرتبطة بالعلوم الاخرى زي الجيولوجيا والاحياء اسمها جيولوجيا الاحافير جيولوجيا الاحافير وده من خلالهم نقدر نعرف عمره طبقات الكشة الايه الارضية رائع جو كيمياء وده هيدرس العناصر والمعادن من ناحية كيم كيميائية وتوزيع العناصر في الكشة الارضية ونسبها المختلفة وحنا تفعنا ان فيه تمام عاصر قولنا اسمائهم اكسوجين سيليكون الامونيوم حديد كالسيوم سوديوم بوتاسيوم ماغنيسيوم ثمان عناصر اساسية في الكشة اوقعت انساهم بالترتيب حسب النسب فيه جو فيزياء علاقة علم الجيولوجيا بالفيزية هيدرس الصروات البترولية الصروات المعدنية كل ما استهرجوا من باطن وليه قيمة اقتصادية عالية طبيعة حاجة باستهرجها مش بتاعتي جيولوجيا هندسية يبقى هيدرس الخواص الميكانيكية عشان الميكانيكا رياضه والهندسية للسخور قال لي طب هيدرسها ليه قال لي عشان نقيم مشاريع ضخمة هعمل نطحات سحاب هعمل كباري عمام تطوير البلد شايف ما شاء الله كمية الكبار اللي قيمت كمية المنشآت المدن الجديدة المجتمعات العمرانية ما تشتغلش عشوائية لا فيه جيولوجيين هندسيين مهندسين موجودين هما اللي أقاموا هذا العلم كذلك علم الجيولوجيا خاص بالصروات والمعات صروة زي المياه الايه الجوفية انا محتاجها في السصلاح ايه الاراضي الصحراوية صح ومحتاجها عشان نقيم مثلا معسكرات للجنود بتاعتنا في صحاري مصر حماية عسكية تدريبات شاقة كذلك جيولوجيا البترون محتاجة عشان ندرس أماكن وجود البترون والغازط طبيعي واسيبه ولا استخرجه استخرجه بسلاقسة جيولوجيا المعادن والبنذرات هدرس الخواص خواص المعادن الفيزيائية سواء كانت بصرية أو تماسكية وهدرس الأنظمة البلورية للمعادن كل معدن ليه نظام بلوري ليه شكل معين حسب تركيبه الجيولوجيا الطبيعية تدرس تأثير العوامل الخارجية والداخلية على صخور القشة الأرضية جيولوجيا تركيبية تدرس أشكال البنيات وتركيبها المختلف كذلك هيدرس في الجيولوجيا التركيبية تأثر القوى الخارجية والداخلية على الصخور متسبتش الصخرة على حالته دايماً بيحدث له تغير تغير أنا بقى بدرسلك التغير ده أول بول وضح لك نوع الصخرة اتحول من صخرة رسوبي لصخرة متحول إيه اللي حاوله عوامل الحرارة والضغط ممكن يتحول من صخرة ناري لصخرة متحول نفس التأثير ممكن يتحول من متحول لرسوبي مرة أخرى فعشان كده هندرسة إن شاء الله باسم دورة الصخور إن شاء الله في الباب التالي علم الطبقات هيدرس تكوين قوانين بتحكم تكوين طبقات الأرض قوانين وظروف تحكم تكوين الطبقات تبدأ من عمية التفتيت ثم النحت والنقل ثم الترسيم إيه بحنا كده اتعرفنا على تعريف علم لإيه؟ الجيولوجيا وعلم يختص بدراسة كل ما لها علاقة بكوكب إيه؟ الأرض الأرض رائع هيدرس تركبها وصرواتها وحركاتها وتاريخها وظواهرها الظواهر الطبيعي اللي يفسرها علم الجيولوجيا دراسة سطح الأرض اختلافه في القرات من حيث التدريس تمام واختلاف أعماق البحار والمحيطات تمام وأقصى عمقه في المية كان 11 كيلو متر تمام وده موجود في المحيط الهادي قرب جزر الفلبين بيدرس كيفية حدوث البراقين والبراقين بأنواحها الخامد والثائر والمنتظم خامد وسائر ومنتظم وكذلك كيفية حدوث الزلازل بأنواحها زلازل بوركانية أو تكتونية أو بلوتونية كذلك بيدرس أماكن خاماته المعادن الاقتصادية والمياه الجوفية اتنقلنا من الظواهر الطبيعية لفروع علم إيه؟ الجيولوجيا لحقيقتك ما شاء الله أطولك بسرعة جدا جيولوجيا الأحافير علقته بعلم إيه؟ الأحياء الأحياء جيو كيمياء علقته بإيه؟ كيمياء جميل جوفيزياء الفيزياء جيولوجيا هندسية بالرياضيات يبقى أنا ما أحب قيم تاني أبراج أو ناطحات سحاب يبقى عايز جيولوجيا إيه؟ هندسية جميل إما أنا أحب أعرف توزيع عناصر الكشة الأرضية ونسبها أدرس جيولوجيا كيميائية جو كيمياء عايز أعرف صروات فيزياء صروات بترولية صروات معدنية أي حاجة خرجها من باطن أرض بيها قيمة اقتصادية عالية؟ جيو فيزياء طب أنا عايز أعرف إعلقة علم جيولوجيا بالأحياء طرق أحافير طب أنت عايز الأحافير ليه يا دكتور أحمد؟ عشان تقدر عمر طبقات القشة الإيه؟ الأرضية والظروف اللي تكونت من خلالها ثم جيولوجيا المياه الإيه؟ إيه الجوفية؟ هيدرس إيه؟ مياه جوفية موجودة فيه المياه؟ الباطن الأرض طب أنت هتستخرجها وتعمل بيها إيه تاني؟ أستصلح بيها الصحراء الصحراء ويحمط المعسكرات؟ تدرس فيها إيه؟ بترول بترول والغازة؟ طبيعي جيولوجيا المعادن والبضروة تدرس فيها الخواص طبيعية للمعادن هم اللي وبسته وأنظمتها البدورية شكل المعدن البلوري هيا بنعيد الكلام عشان المعلومة تثبت إيه هيا مش عادينا حفظ التقليد تمام عادينا فهم جيولوجيا طبيعية يبقى بيدرس تأثير العامل الخارجية والداخلية على سخول القشرة الإيه؟ الأرضية كذلك جيولوجيا تركيبية بيدرس أشكال البنيات المختلفة لسخول القشرة الأرضية وتأثيرها بالقوة الداخلية والقوة الخارجية أخيرا كان معانا علم الطبقات بيدرس القوانين والظروف المختلفة اللي بتحكم تكوين طبقات الأرض بداية من التفتيت ثم النحت والنطل ثم الترسيل جميل دي كانت مقدمة عن علم إيه؟ الجيولوجيا الجيولوجيا الطالب بعد ما خد علم الجيولوجيا وفهم أنه هو مضتربط بالبقية العلوم مرتبط بالصروات والمعادن مرتبط بتأثير العمل الخارجية والداخلية بنسألهم إيه أهمية علم الجيولوجيا هم فرضوا عينيه أو فهمون علم الجيولوجيا ليه مفيش صناعة ولا تقدم مفيش ولا صناعة ولا تقدم تنجح في أي بلد بدون علم الجيولوجيا يعني إحنا مصانعنا ومنشآتنا وهيئتنا متعلقة بعلم الجيولوجيا قال لي أطبعا إنت المصانع محتاجة خامات ومعادن احنا كجيولوجيين نستخرج لهم الخامات والمعادن والصراوات عشان يقوموا مشاريع ويحصل تطور صناعي متقدم زي ايه مثلا قال لك الجيولوجيين اللي هم دوروا في التطور الصناعي باكتشاف مصادر الطاقة مصادر الطاقة دكتور احمد هو ينفع نشتغل من غير بتروليا دكتور احمد اكيد لا نشتغل من غير جاس طبيعي لا نشتغل من غير فحر مين بحث عن مصادر الطاقة الجيولوجي ايه ده معقول ينفع نبني مجتمعات بدون مواد بناء هل استحالة الجيولوجي بيبحث عن مواد البناء يعني الجيولوجي هو اللي بيجيب لي الحجر الجيري والطفل والاسمنت يا سلام قال لي والله يعني أنا لما اجيب مواد الايه البناء اه درقين مجتمعات عمرانية دكتور احمد مفروض فعلا الجيولوجي هو المسؤول عن تخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة ايه ده ايه ده الجيولوجي مسؤول عن البحث عن المياه ايه دكتور احمد فاكر? الجوفية. جميل. طب من غير مية جوفية يا دكتور فيه استسلاح صحرة? لا. مش ممكن. فيه نجاح عماية العسكرية? لا. قال لي مش ممكن. الجيولوجيا يا دكتور احمد بيبحث عن مواد اولية. مواد ايه? اولية. عناصر اولية. زي مين يا دكتور احمد? زي السوديوم. زي الكولور. زي الكابريت. كم عونسوا دولهم معي يا دكتور معيش ها? صوديوم. وكلور. كابريت. كم عونسوا معيش تاني? تلاتة. صوديوم. كولور. كابريت. تلاتة عناصر دول يا دكتور بندخلهم في العيد من الصناعات الكيموية. صناعات كيموية? قال لي ها صناعات كيموية. زي الاسمدة. زي المبيدات الحشرية. زي الادوية. يا ميجي متحاني يقول لي اختار. من المواد الاولية المستقدمة في الصناعات الكيموية. يترك كولور والسوديوم والحديد? ولا كولور ونيتروجين وكابريت? ولا كولور وسوديوم وكابريت? جميل. اه. تمام كده. يبقى هو اخذ التلاتة عناصر اللي هو افهمهم في الحسن. تمام. رائع جدا. كذلك الجيولوجي بعد ما مصادر الطاقة. مواد البناء. مياجة وفية. مواد اولية. يبحث عن المعادن والخمات المعدنية. ذهب. انت متعرفش ان مصر ثاني دول العالم انتجا للذهب. بعد جنوب افريقيا. خام زي ده. يغير اقتصادات بلد كلها. يغير تطور الصناعة كاملة. تمام. ذهب. ذهب بقى ومانجانيزه وخارسينه ومانجانيزه. عناصر عديدة من الخمات والمعادن يمكن يتطور الصناعة في مصر. ونعمل لها تقدم صناعي تكنولوجي حديث. اذا هل الجيولوجيا دور في تطور الصناعة دكتور احمد؟ تمام. فيه? تطور صناعي؟ اه طبعا. اكتشافات واستخراجات الخمات والمعادن من بطن ايه؟ الارض. تعمل على تقدم الصناعات في الدول ومنها مصر. احنا اكتشفنا مصادر ايه دكتور? الطاقة. زي بترول. اه. وغاز طبيعي. تمام. وفح. اكتشفنا مواد. البناء. زي حجر جيري. وطفل. واسمن. اكتشفنا مياه. جو فيه. ساصلحنا بيها الصحراء. واقامنا مدن. عملنا بيها انجاح عماية عسكرية ومعسكرات. اكتشفنا مواد اول. اولية. دخلناها في صناعات كميوية. زي صناعات الاسمدة والمبيوات الحشرية. اه. والادوية. اكتشفنا معادن. معادن. زي الذهب والحديد والالمونيا والفضة. تعتمل عليها معظم الصناعات. تمام. يبقى كده هنا ده اسمه اهمية علم الجيولوجيا. في حدوث التطور الصناعي. اللي رائع جدا. يبقى المقدمة اللي احنا قدمناها دكتور رحمة دي جميلة. دي مقدمة الباب الاول الجيولوجيا. تتكلم على مفاهيم علم الجيولوجيا. تتكلم على اهمية دراسة علم الجيولوجيا. ايه الزوارد طبيعي اللي فسرها علم الجيولوجيا. اخر حاجة ان شاء الله اكون معنا في المحاضرة. هو تركيب الارض. جميل. احنا الارض دي بتتكون من اين? وهما التكوين ده استدالوا عليه ازاي? اهم. العلماء لما درسوا الموجات الزلزلية وحدوث الزلازل. قدروا توصلوا ان في باطل الارض في قلبها في حاجة اسمها لب الارض. اهم. ولب الارض ده توصلوا ان عبارة عن جزئين. لب ارض داخلي. وده احنا بنسميه لب ارض مركزي. اهم. اهم. قلت عدام. ولب ارض خارجي. وهما يتم مع بعض اسمهم اللب او النواة. احنا عرفنا ان فيه كام لب يا دكتور. اين? داخلي. وخارجي. من دراسة الموجات الزل. زلية. وهنعرف ان شاء الله في المحاضرة الجاية ان من دراستنا اللب الارض الداخلي ده. انه هو صل. اهم. من دراستنا للب الارض الخارجي ان هو سائل. زو مصهور. هنفسر بيه ظاهرة جميلة جدا. نحس الجاية ان شاء الله. اسمها المجال المغناطيسي. تمام. رائع جدا. ثم هتجلنا منطقة اكبر حجما. ويراعة هنا الحجم بالتدريج. منطقة اسمها الوشاح. تمام. وده اكبر مناطق الارض حجما. ثم تأتي الكشرة الارضية. كشرة مرتفعة تسمى كشرة قرية. وكشرة منخفضة تسمى كشرة محيطية. اذا الكشرة نوعين. كشرة قرية وكشرة محيطية. المنخفضة تسمى كشرة. محيطية. والمرتفعة كشرة. كرية. حلوة. يبقى هم على بعض اسمهم كشرة ارضية. السؤال لدكتور احمد. الماء هتوفى على القشرة المحيطية. ده مسطحات ايه? مائية. يبقى ده غلف مائي. طب. القشرة الارضية ننفع نزرع عليها دكتور احمد. تمام. نزرع. نزرع. نقيب منشآت. نقيب منشآت. اذا اي زراع. اي منشآت. اي مباني على القشرة الارضية. الكرية. ارضية كرية. جميل. اي مشطحات مائية على القشرة الارضية المحيطية. مهم. طب دراع جدا. ثم هيأتي غلاف يسمى الغلاف الجوي. مهم. وهندس ان شاء الله في العلوم البيئية. ان الغلاف الجوي والمائي واليابس بيشملوا مع بعض اسم الغلاف الحيوي. تمام. يبقى اولادنا كده معنا متعاونين. ده لب ارض داخلي. مهم. وده لب ارض خارجي. مهم. وده منطقة الوشاح. مهم. وده الكشة الارضية الكرية. مهم. وده الكشة الارضية المحيطية. تمام. ده هيعبر عن الغلاف المائي. وده هيعبر عن الغلاف الجوي الهوائي. مهم. ومع بعض كده هيبسمهم غلاف حيوة. طب انا تجدت بيقول لي عايز قطاع. عايز قطاع. قال لي اه. خلاص نعمل قطاع. حبيب او نعمل القطاع. ناخد قطعة من الارض عشان نجرسها معه بعض. اهي. احنا بهدوء خالص كده هناخد قطعة من اللي احنا رسمناه. والدكتور رحمة ده هيساعدني في وضع البيانات. اهو يا دكتور. مهم. ده لب ايه يا دكتور? دخلي. رائع. وده لب ايه يا دكتور? خارجي. جميل جدا. وده منطقة ايه يا دكتور? الوشاح. رائع. وده كشرة ايه? كرية. كرية. وده كشرة? ارضية. محيطية. محيطية. هنا هتبقى الماء. مهم. وده غلاف ايه? ماء. ماء. وده يبقى غلاف جوي. مهم. ومع بعض كده ان شاء الله هيبقى اسمه غلاف حيوي في العلوم البيئية ان شاء الله في القسم التاني من المنا. يبقى اسم الرسمة دي? قطاع في الكرة الارضية. مهم. طب خلاص ما بقاش فيه متحان وضح بالرسمه كامدة. مهم. بس ممكن يسألني. قال لا. ماذا يسمى الجزء رقم واحد? مهم. اقول لب داخل. لب ارض داخل. طب الجزء رقم اتنين. اقول لب ارض خارج. خارج. طب الجزء رقم تلاتة. الوشاح. طب دي كشرة ايه? قطلوا والله كشرة قرية. طب وده قطلوا كشرة محيطية. مهم. طب انا لسه بقول بيانات بس. لانا هاخد صفات كل جزء من دولة دكتور احمد. مهم. فيسألني بقى كده عن الصفة. فانا اقول له الجزء ده اسمه ايه? تمام. زي كده يا بص يا دكتور معي كده حادثك. مهم. دي كشرة يا دكتور. قرية. رائع جدا. القشرة القرية دي دكتور بيصل سمكها ستين كيلو متر. مهم. كم يا دكتور بقى? ستين كيلو متر. طيب. ودي يا دكتور كشرة ايه? محيطية. رائع جدا. بيصل سمكها من ثمانية لاثناشر كيلو متر. مهم. جميل. يبقى القرية بقى سمكها كم? ستين كيلو متر. طيب والمحيطية. من ثمانية لاثناشر كيلو متر. رائع جدا جدا. مهم. طيب القشرة القرية دي بتتوم من سخور. تسمى يا دكتور سخور السيال. وانا عايز ابننا اللي قاعدوا يتبعنا وتفرج عيننا. يقول سيال. طيب ليه يقول السيال. اهو دكتور احمد. اهو انت. سي. يال. يعني هي غنية بالسيليكون والالومونيوم. مهم. عشان كده سميت. سيال. سخور سيال. يبقى القشرة القرية تتكون من سخور. السيال. الغنية بعنصري. السيليكون والالومونيوم. جميل جدا. عشان كده هي سخور خفيفة الوزن. مهم. كسفتها ضعيفة. قليلا. رغم ان حجمها كبير. قالوا طبعك سيال. دي قشرة محيطية. سمكاها من كم يا دكتور? من تمانية الاثناشر. روح هيدا. من سخور تسمى سخور الصايمة. طب نكتبها يا دكتور معيش انا اسف. صايمة. جاية من الصايمج. طب ايس اي يعني يا دكتور? سيليكون. طب وام جي. مغنيسيوم. يبقى غنية بعنصري. سيليكون. والمغنيسيوم. سقيلة الوزن. تخيل بقى دكتور مما اسأل عائل سؤال برر الموضوع ده. ويقول له ايه? ليه سخور? السيال. اعلى سخور? سي. 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 يقول له اصل سخور السيال خفيفة. خفيفة الوزن. اقل كسافة. مهم. من الصايمة. مهم. طب هو ممكن يقول لي كارن بين. ما بقاش فيه كارن بين خلاص طيب. يبقى انا عايز اعرف معلومات عن القشرة القرية. مهم. والقشرة المحيطية. يبقى ميجي هنا يحطيلي الارقام دي. يقول لي جزء من هذا الرسم. سمكه يصل لستين كيلو متر. مهم. وغني بسخور السيال. الغنية بعنصري السيليكون. اقلوه خلاص خلاص سيليكون. ده الجزء رقم اربعة. مهم. اسمه كشرة قرية. مهم. طب سخور تكون الجزء تكون الجزء رقم خمسة. سخور بتكون الجزء رقم خمسة. قلوه ايوه سخور السايمة. مهم. الغنية بالسيليكون. والماغنيسيوم. طب جميل جدا نهو. تمام. زي الفل. مهم. يبقى ابننا كده وبنتنا قاعدين مركزين. ممكن يقارب من الكشرة القرية. والكشرة المحيطية. بس مش لغرض المكرنة خلاص احنا بطلنا شغل التقليل تاع زمان بتاع قارن وعلل وناقش وفصر. خلاص ما بقاش فيه كلام من ده خلاص. قال لي معقول تلقى خلاص. خلاص كلام سيس جدا. تمام. تمام. يبقى دكتورنا معانا كده. احنا عندنا الكشرة الارضية كم نوع. نوعين. كشرة. قرية. وكشرة محيطية. جميل. القرية سنكاها كم من دكتور. ستين كيلو متر. اما المحيطية. من تمانية لاثناشر كيلو متر. تمام. القشرة القرية غنية بصخور. الغني بالسيليكون. والألمونيو. دي صخور خفيفة الوزن. اما القشرة المحيطية من سخور. السيما. هي غنية بالسيليكون. والماغنيسيون. ودي صخور صقيلة الوزن. حايز هفكر ابننا بقى. تمام. عشان ننهى بقى كده حلقتنا. ده سيليكون وده ايه سيليكون ده رقم واحد في الترتيب ولو افتكرتني في اول المحاضرة بتلك توزيع عناصر في الكشر ايه ارض ايه اول عنصر اسم الاكسوجين يليه سيليكون ثم الومونيوم اكسوجين سيليكون الامونيوم ثم حديد ثم كالسيوم ثم سوديوم ثم ماغنيسيوم يوم يجي لك سؤال زكي جدا انا عايز ترتيب العناصر في الكشر ايه الارضي يوم الطالب من حيث الكسافة يوم الولد يقول لك والله مش موجودة يقول له يا حبيبي اول عنصر اسمه ايه سيليكون قاله في الكشره الارضيه هو زكي يليه عنصر مين الامونيوم ثم ماغنيسيوم رائع جدا يا دكتور فهو اجاب هلو اختياري عشان ودي اختار يقول له ترتيب العناصر في الكشره الارضيه حسب كسافتها يقول له طب سيليكون ماغنيسيوم حديد سيليكون ماغنيسيوم الصيمة يقول له القلة كسافتها وده سؤال عشرين عشرين لعام الحالي لسه يال اعلم الصيمة كسافته قال لي تلام ثالث جدا يا دكتور كده احنا وصلنا النهاردة ان شاء الله ان احنا وقفنا عند اول جزء في الارض اسمه القشرة الارضيه واسلنا القرية وايها محيطية اتمنى من الله ان يكون استفاد ببعض المعلومات الاساسية اللي حاجتك طبعا اتوضحها لبعض اولادنا في الحديث من حاجتك ببعض الاسئلة هنشوف مع بعض ببعض الاسئلة ابننا هيجاب عليها بمجرد النظر لو فيه من محيطة مجرد النظر هو ده نظام الجديد زم مريح جدا 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 ثالث ما بيحتاجش اي صعوبة على الاطلاق من ابننا شوف كده نشوف يا ريت مخرجنا الجميل اللي جيب لنا الاسئلة اللي مستر محمد من جهزها لنا شوف كده مع بعض على مجموعة من الاسئلة يا حبيبي تمام استعزينك في الاسئلة بتاع الاسئلة من عندك تمام تمام يمكن تحديد عمر السخور الرصوبية من خلال دراسة علم الاحافير اهه او الحفريات شوف السؤال الثاني كده بمنتغل بساطة تمام جيولوجيا جيولوجيا كيميائية تمام بقول لي فرع الجيولوجيا الذي نعتمد عليه اساسا عند بناء ناطحات السحاب هو جيولوجيا ها طاعات السحاب اللي هندسية تمام اهي تلقائية خالص جيولوجيا هندسية عند قيام جيولوجي بتحليل مكونات القشة ارضية هو المكونات القشة ارضية كلام جميلة هم وجد ان المكونات الغالبة مما يلي يا ترى سيليكون وسوديوم وبتاسيوم انا لا طب حديد وبتاسيوم وماغنيسيوم اهيه برضو لا طب حديد وكالسيوم وبتاسيوم اهيه لا تب نشوف كده سيليكون الامونيوم ماغنيسيوم شوفت الرجع رائع جدا غير الصيغة من سيال وسايمة وقرية ومحيطية لعناصر مرتبة حسب كسفتها وحسب نسبها في القشة ايه الارضية اخر سؤال بقى قدامنا اخر سؤال موجود قدام حضراتكم مع صبورة جرسم لي ارض وحطط لي فيها مباني واشجار وابراد وبيسألني سؤال امام القطاع به بئر بئر حفرة يستخدم لتجميع عينات سخرية من اسفل سطح الارض تسبب هذه العينات السخرية تنسب هذه العينات السخرية ايه لا يعني العينات القدامة دي انا هجيبها من القشة ارضية ولا من اللوب الخارجي ولا من الاسينوسفير ولا من الوشاح واضح جدا انا هجيبها منين دكتور احمد نجيبها منين احنا عندنا مباني ومنشآت مقاومة على الارض يبع على من على اللوب ها لا طبعا على الوشاح ولا على القشرة الارضية القشرة الارضية يبقى ابننا هيجاوب بالقشرة الارضية بكده بنكون انتهينا من الحلقة الاولينية في علم الجيولوجيا نتمنى نكون موفقين معاكم نتمنى نكون افدناكم واسعدناكم دكتور احمد شاكرين واطلقكم قبل ما ننهي الحلقة مع حضرتك يا ريت احنا عايزين يعني اتلخص لنا الموضوع ده كده في خلال ديتين ثلاثة احنا اتفقنا مع دكتور احمد ان علم الجيولوجيا علم بيدرس كل ما له علاقة بالارض بيدرس التركيب والظواهر والسروات والعمر بتاع الارض وبيدرس حركات الارض العلم ده لا غنى عنه علم الجيولوجيا فصر لتحدوث البراقين والزلازل واستخراج الخمات والمعادن واختلاف فضلية سطح الارض كاملة علم الجيولوجيا لعلاقة بعلم الاحياء وعلم الفيزياء وعلم الكيميا وعلم الرياضيات علم الجيولوجيا علم شامل علم متفرع لكل علوم علم شيق لمعرفته مفيش تطور صناعي ولا تقدم بدون علم الجيولوجيا يبحث عن مصادر الطاقة وعن مواد البناء وعن المواد الاولية وعن الخمات والمعادن وعن المياه الجوفية تنجح بيه العامات العسكرية نصلح بيه الصحراء ننشي بيه المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة علم الجروجية هو علم لا غنى عنه في حياتنا اليومية شكرا دكتور أحمد قبل ما ننهي برضو الحلقة بتاعتنا طبعا إحنا نعتبر عارفين بالنسبة للنظام الجديد للأسئلة بتاع السنوية العامة كلها معتمدة على الفهم وليس الحلظ بنار علينا شرحناه في الحلقة النهاردة إزاي نربط بعض الأفكار أو إزاي نربط الجزئيات بتاعت العلوم دي كلها مع بعض في صيغة أسئلة معتمدة على الفهم تمام ابننا بيربط درس بتاعه بحياته اليومية جميل أنا ماشي في طريق دلوقتي في طريق ماسك انجرياس صحراوي قدام منطقة صحراوية أنا عادي استصلحها يبقى أنا محتاجة يا دكتور استصلح لها استصلح الصحر محتاج إيه محتاج ماء جميل يبقى أنا هبحث عن أبار أو مياه جوفية تمام يبقى هنا يبقى ارتبط علم الجيولوجيا ها باستصلح الصحراء عن طريق البحث عن مصادر المياه الجوفية تمام أو خضراء من النزم التنظيم دا المه قال للجيولوجي المه أيوة لقيت في طرق سريعة وفيه عنفاء وفيه كباري من اللي عمل الكلام دا المه بالتربية المه قال لي غني في طريق معاصمة إدارية جديدة وفيها أبراجنا تحت صحاب وأعلى برجه في العالم من اللي عمل الكلام دا المه التربية ثلو الاجيولوجي يقول لجيولوجي uftو هندسي في حياتي اليومية خالصة انا وانا ماشي كده قالولي بقايا الكائنات الحية القديمة دي درسناها بقايا دينصرات استفدنا بها فيها قدرنا عمر الأرض بتقدير عمر السخور الرسوبية هنستفيد منه في عمل سجل حفري سجل جلوجي في تقدير حياتنا اليومية قال لي طيب جميل جدا والله درسنا ازاي حقصت البراكين انا سمعت انبالي احنا فيه عصار اسمته سونامي فيه عصار طيب انا عرفته ده جمنين اه قلت بس ما فيه حركات ارضية داخلية حصد زلازل او براكين بفصر حياتي كده ماشي يا جميل او سالس ماشي في الطريق لقيت فيه جبل وهضب او تل قلتل شوف اختلاف التدريس اختلاف التدريس مين فصرها علمش درسنا تمام فهو علم جميل ورائع وشيق الشيء لما بتحبه دكتور احمد بيبقى سالس والشيء لما بنته بتواخد عنه حاسية ومتعافش حاجة عنه بيبقى صعب عليك جدا لكن هو بصراحة من اجمل العلوم ان يتمنى الناس يحبوها ويتعاملوا معها بحب وبسلاسة الابواب اللي هي متبقية بالتسبة للمانهج كلها مرتبطة بالعلوم اللي هي شرحناها النهاردة ولا فيه افكار مختلفة اكيد احنا شفنا النهاردة ان مقدمة علم جيولوجيا درس المانهج جيولوجيا كملة تمام يعني تركيب الارض ده الباب الاول المعادن باب الثاني الصخور الباب الثالث حركات الارض البنية للجبل وقراءات الباب الرابع ثم الظواهر بتاعتنا زي الرياح والانطار والسيول والانهار والبحار وتأسيل على الكشرة ارضيها ده هيكون الباب رقم خمسة اواخر ابواب الجيولوجيا ان شاء الله يعني عندنا خمس ابواب الباب الاول كلمة على تركيب الارض اللي شرحنا منه من شوية قطع في الارض وشوفنا كشرة قرية وكشرة محيطية ولوب الارض والوشاح وشوفنا الغلاف الجو والماء وقلنا ان شاء الله في العمان بيها دي حاجة اسمها الغلاف الحيوي والباب الثاني بتكلمة ونظيمتها البلورية هنشوف ان شاء الله اشكال البلورات المعاني القائم والسوداسي والسوداسي والمكعبي اشكال جميلة ومنظمة وثالثة جدا في فهمها وخواص المعادنة دكتور احمد فيه خواص بصرية تعتمل على وجوده الضوء هنشوفها مع بعض زي الشافافية والبريق والمغدش وعرض الالوان خواص تماسكية تعمل على قوة الترابط زي خواصة الصلادة والانفصام والميكسر والقبير الترك والسحب ثم الصخور الصخور دي شيء رائع جدا الصخور بأنواحها صخور رسوبية صخور متحولة صخور نارية وعنعرف ان اصل الصخور في حياتنا هي الصخور النارية لانها ام الصخور او بداية نشأة الصخور بعد كده شوفنا حركات الارض انا وانا قاعد كده لقيت فيه كرات عما تتباعد كل يوم كنا زيما ندس كرتين ثلاثة بقى اربعة بقى خمسة بقى ستة بقى دي نظرية اسمات زحزحة الكرات صرية جميلة نبدأ من كرة واحدة ونبقى اتنين نبقى ثلاثة نبقى خمسة نبقى ستة تشويق المادة العلمية في هنا حب للشيء فتعرفه بسهولة مش بصعوبة ثم نظرية تؤكد زحزحة الكرات هي الالواحة التكتونية ان شاء الله ونعرض الزلازل بتفاصيلها والبراكين بتفاصيلها ثم بقى ما يحدث في الارض من حركات للعوامل الخارجية لتغيير في سطح الارض من رياح وامطار وسيول وانهار وبحار وكذا ان شاء الله نتمنى لكم بنقدمه لكم باسلوب ثلث وجميل تحبوه وتعرفوا عليه لو عندك في ديئة واحدة اي رسائل سريعة للطالبة اللي بيتتابعك انا نفسي كل الطلبة كمه اتطمنا تماما ان لو امتحان السنوعة عامة مشي بالنمط ده وانت فاهم كويس قوي انت هتكون من الطلبة اللي بتجيب درجات نهائية ممتازة لان الامتحان ده في صالح الطالب مش ضد الطالب الطالب دايما لما يفهم مستوعب ما يبزلش المجهود عالي جدا المجهوده يبقى قليل خالص يجيب درجات اعلى بمجهود اقل درجاته عالية جدا هو مجهوده عالي عكس النظام القديم نظام دي كان حفظك بتيل جدا وطلقين كتيل جدا طيب عشان يقعد يعمل مكرنة بكتبه في نص ساعة تعريف عمال يكتب في تعريف وتعليل وتفسير كم كبير بيبزل المجهود اكبر لكن هو هنا فهم الدرس خلاص ففهمه فعرف الموضوع بالكلم عنه فكل السؤال على قدل الإجابة ما بيخدش وقت في نفس الوقت هو محتاج صفاء زيه وتركيز اتمنى ولادنا كلهم ان شاء الله يكونوا موفقين هذا العام في سنة عامة وهي سنة جميلة ان شاء الله ان شاء الله يكون موفقة وربنا ان شاء الله يردنا جميعا لمدارسنا ويرفع عندنا البلاء والهم والغم اللي احنا ان شاء الله شوناها في عام عشرين شيء ان شاربتنا مستقى محمد وانا اتمنى ان شوفك في اللقاءات قديم ان شاء الله وانا شاكر فضلك وفضل السادة العفاض المخرج والمعد وفضل شاكر كل الاخوة اللي موجودين معنا في الاستوديو سعبنا بكم شكرا وللقاء اشكرك مستر محمد وتمانيات الخالبية لكل طلبنا للعزاء بالتوفيق دائما يا رب ان شاء الله شكرا 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 شكرا